تفاصيل مصرع خمس أشخاص من عيلة واحدة في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المينيا التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب استدامها برصيف الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة شمال المينيا أصفر الحادث عن مصرع خمس أفراد من أسرى واحدة يقومين جميع المحافظتين السكندرية والبحيرة تم نقلهم من المستشفى تحرر محضر بالوقع واختلات النيابة العامة لتباشر التحقيق تلقت الأجهزة الأمنية بالمينيا اختار من غرفة عامات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية بيرتباط في مركز مغاغة وبانتقال الأجهزة الأمنية وصلت فرع أهيد الإسعاف واجراء التحريات الأولية تم معرفة أن سبب الحادث هو السرعة الزايدة واختلال عجلة القيادة في إيد القائد وصدمها بالرصيف من ما أصفر عن مصرع خمسة وإصابة السيدة وجميعهم من عائلة واحدة تبين المتوفيين في الحادث هم أحمد ميمسين وابن محمد يقيمان في محافظة السكندرية بإضافة الوفاة الثلاثة وجادة تحديد أسماءهم وقد رجحت تحالات البحث الجنائي أنهم جميعا من عائلة واحدة كما أصفر يحز عن إصابة فادية عين ألف 45 سنة مقيمة بالبحيرة وجران ألان المستشفى تنقي العلاج كما تم التحفز على الجثث في زلاجة حفظ الموتى لحين استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وطبعا انتقل رجال إدارة المرور رفع الصرر حادث وكشف ظروفه وملابساته تم التحفز طبعا على السيارة الملاكي تحت تصرف النيابة العامة